شكرا لزميلة دينة سالم ارتفاع شديد في درجات الحرارة تخطت الثلاثة واربعين درجة مئوية مما جعل القائمين على العمل الانتخابية من محافظة سوهاج ومن مدرية الامن بتوفير المياه المثلجة وتوفير المظلات كي يساعد الناخبين على ادلاء باصواتهم سالة دين هذه الانتخابات واستعجراءات وقائية واحترازية كما تشاهدون حرص الناخبون على ارتداء الكمامات وتوفير المطاهرات وعملت محافظة سوهاج على عمليات التعقيم والتطهير قبل بدء العملية الانتخابية واثناء هذه العملية الانتخابية المطاهرات والمحاقمات موجودة توفير الكمامات ومن لدى يدخل اللجنة الانتخابية بدون كمامة ايضا يتم توفير له الكمامة ايضا من اللافت للنظر الاجراءات الامنية المشددة من قبل مدرية امن سوهاج وبالتنسيق مع قوات الجيش ولم ترصد غرفة عمليات محافظة سوهاج او غرفة عملية مدرية امن سوهاج أي خرقات بلموسة في العملية الانتخابية هناك أيضا من المشهد الإنسانية دينا في هذه اللجنة مثلا وجدنا في الصباح الباكر سيدة جاءت وحرصت على إدلاء بصوتها ولما سألنا وكان يشوبها الإعياء قالت إنها وضعت مولدها منذ ثلاثة أيام وحرصت حرصا شديدا على إدلاء بصوتها أيضا الأقباء الذي دينا في هذه اللجان الانتخابية على مستوى مراكز محافظة السهاج المختلفة تفاوت منذ الصباح الباكر فبدى في الساعة التاسعة ضعيفا ثم ارتفع قليلا عند الحديث عشر قبل ظهر ولكنه في وقت القيلول ووقت الراحة بدى هذا الإقبال ضعيفا وتزايد بعد انكسار حدة دركة الحرارة عند الساعة الخامسة نحن الآن على بعد حوالي أمطار قليلة من غلق الصندوق الانتخابية المشاهد الإنسانية أيضا وجدنا بعض مكبرات الصوت في اللجان الانتخابية المختلفة تستخدم الأغاني الوطنية لإنهاب حماس الناخبين للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية دون التطرق إلى موازرة حزب أو فرد أو ما إلى ذلك أيضا أريد أن أخطب رسالتي دينا ببعض المشاهد الإنسانية ومشاهد إنساني شاهدنا بعض النسوة في مدرسة الشهيد نبيل فراج ببندر سهاج يوزعنا الكمامات على المواطنين وأيضا يوزعنا الورود إيمانا منهن بأنه من اعتاد أن يوزع الورد سيبقى شيء من العطر في يده دينا سالم إليك الكلمة شكرا جزيلا لك زميل خلد عبدالوهاب على هذه المتابعة